وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 11 طنا من السلال الغذائية على المقيمين والنازحين في قرى الغرزة ومبجر وبني حسين التابعة لمديريتين ميدي وحيران بمحافظة حجة واستفاد من تلك المساعدات الإغاثية أكثر من 900 فرد يأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة متمثلة بمركز الملك سلمان للشعب اليمني والتي بلغت حتى الآن 294 مشروعا وفي الداخل اليمني